ليس مصادفة تلك الصورة التي جمعت بين شارع غاضب لونه المحتجون براية البلاد وصندوق يفتح لهم بابا على خريطة السياسة التي تتوافق مع خريطة الوطن مشهدان في صورة واحدة إطارها تشرين وتشرين الذي قيل إنه شهر المتناقضات بين يوم مشمس وآخر ممطر لابد أن تزول فيه غيمة سوداء طالت في سماء الديمقراطية الغائبة إذا خرج العراقي من بيته لينطق بصوته الذي يريد للذي تريده أصوات النشاز وهذا العراق لا غرابة أن يعيش أحلك الليالي الموحشة يضحي الشباب فيها بالدم أو تقييد الحرية لا غرابة إذن أن يقف اليوم على مشارف يوم جديد صابرين غير فاقدي الأمل إذ يتمسكون بيوم الخلاص من زمرة فاسدة كان لها باع طويل في ساحة السرقات التي لم تخلف غير الخسارات إذن فالبصر اليوم حديد والنظر إلى صندوق عراقي خالص ينتظر أصوات الديمقراطية الحرة وهذا وعي مطلوب بأقصى حالات الاهتمام لإقبال شديد من شعب مل من الصبر على صندوق عبأتها أطياف سياسية وقوى أكلت لحم العراقيين أو أدت أحلامهم فيما مضى وعي في أن للعراق شعبه الذي يرجح انتصار صندوق الديمقراطية على صندوق التأجيل والمقاطع التي يحاول مارقون وسارقون لخير البلاد ولحن استقراره المنشود التسويق لها في غرف السياسة المظلمة وهنا موقف ينبغي أن يكتب بتفاؤل كبير حينما تتحرك الحكومة وعلى رأسها رئيسها الذي يختار الصراحة فوق أي اعتبار ويكتب بلغة الحساب والعقاب لكل متجاوز على الحق الديمقراطي للعراقيين يعلنها رئيس الحكومة اليوم بالقبض على ضباط في الأمن رافقوا سياسيين تحت عباءة أحزاب باعت ضميرها وصنعت محاولات اللعب على أصوات الناخبين بدعايات انتخابية تحاول تغيير بوصلة الصوت الحر إلى صندوق البرلمان المرتقب ولا خيار بين نارين نار العودة لساسة أطال السجود للكراسي فنس الوطن ونار الساحات المشتعلة بنسف الدم العراقي إذن هي أيام معدودات وفيها يميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر مستقبل ينبض بالديمقراطية وينهي زمن الضباب هو أملكم يقول الناصحون وهو الاقتراع اليوم الموعود لصندوق يحتضن صوت الوطن وهو يوم نفير من العراق إلى العراق يوم صناعة مستقبل الوطن فخير أن يفتح صندوق الديمقراطية على أن يفتح صندوق الفتن لا يستحدث بالأوضاع بالتالي يوم ترجمة نانسي قنقران ترجمة نانسي قنقران